ممكن في بداية الحلقة النهاردة نوهنا اننا هنتكلم في ثقافة في ازمة في وجع مش بس عشان نادا لكن نادا اللي بتمثل كتير جدا جدا من البنات والفتيات والاطفال يعني الاربعتاشر سنة دي لسه طفلة عشان تدفع حياتها نتيجة صدمة عصبية حاستها مكادش مصدقة اللي بيحصل فيها مكادش قادرة تستوعب وتحتمل ده فنادا دفعت حياتها مقابل الجهل والتمسك بعدات انا منفعش عليها ان انا اقول دي عادات وتقاليد العادات والتقاليد دي الحاجات اللي احنا بيكون مبسوطين بيها وبنحتفظ بيها وبنتورسها من جيل لجيل ونفضل نفتكر الاباء والاجداد وبلدنا يعني ترسها ايه وعداتها وتقاليدها ايه لكن ختان الاناس جريمة بكل المقيس نهاردة مع حضراتكم هنشوف يعني هنعمل ايه في الجريمة دي هنوصل لغاية فين هل القوانين لوحدها هي اللي ممكن تحد من الجريمة دي وازاي ممكن نغير من ثقافة مجتمعات لان الموضوع الحقيقة مش بس في مصدر لكن في بعض الدول الافريقية الازمة دي متفشية هل وزارة الصحة لوحدها الاعلام والتنويه والتنوير اللي مفروض انه يكون كتير جدا نرجع نعمل الحملات الدعائية والاعلانية والتوعوية للناس ده كمان كافي تفاصيل كتيرا نتكلم فيها مع حضراتكم بسايد ميشرف نيجود أستاذة مونة مونير عضو مجلس النواب أهلا بحضرتك من ورنا أستاذ النائب أهلا بحضرتك طبعا مش هينفع في البداية أقول بس ان حرك لابسة كمامة من سايد ماجيتي وخلينا سألك كده ببساطة يعني لما سات النائب تلبس كمامة وتمشي في الشارع مش خايفة بقى حد يقول يتاريا هو اللي انتو بتلبسوا كمامات وانتو يعني مش عارف ايه ده بل بالعكس أنا عايزة أكون قدوة وابتديت أعمل حملات توعية لكورونا في المناطق الشعبية عندي في أرض اللي هو متعقبة أنا بعمل لقاء لسيدات أسبوع أو أسبوع لأ الأسبوع اللي فات يوم السبت ابتديت أكلمهم عن الوقاية من كورونا النظافة رسيل الإيدين شرب المية ليها وولادها الناس تتريق صحتك أغلى من أي حاجة إذا الرئيس بيقول صحتك أهم بعمل لهم حملات المئة مليون صحة للسيدات والكشف المبكر للأسف الشديد أن احنا ما عندناش تقافة أن احنا ناخد احتياطات مبكرة بنبتدي ناخد بعدها أنا بتديت أقول للستات ما تركبش ميكروباس من غير ما أنت وعيالك لابسة الكمامة مش هتكلفت كتير بس نوع من الوقاية إذا ثقافة أننا نحافظ على نفسنا دي ثقافة لازم نتعلمها ولو مش عندنا بدل ما نتريق نتعلم ناخد حرك بقى الموضوعنا الرئيسي النهاردة هو الحقيقة ثقافة برضو وثقافة شعبية ما عرفش جات منين ما أقول له جات من أفريقيا لكن أنا عايزة أحريك في البداية خالص قبل ما أسألك ومجهوداتك وكنائبة وعملت إيه لكن في البداية خالص حريك شايفة ليه لهذه الثقافة متوتدة في مصر بهذا الشكل ومش عايزة تروح مع مرور الزمن رغم أنه في قوانين ورغم أنه في كل حاجة للأسف الشديد أنه الموروس الثقافي السيء بيخلينا نقدم بناتنا زبيحة على مسبح العادات والتقاليد نادا مش أول حالة وفاطمة الباطعة مش قبلها وكذا حد راح ميار احنا كل سنة بنطلع كده بنفور فورا لما تحصل أنه بنت من بناتنا زهرة من زهرات مصر تروح ضد في جريمة مكتملة الأركان من أب و أم و دكتور الجريمة الأكبر بالنسبة للدكتور تطبيب الختان أكبر الكرسة على الجانب التشريعي احنا غلظنا العقوبة من جنحة لجنائة لكن ده مش كفاية تغيير الثقافة المجتمعية عايزة أقول لحضرتك أنه 2015 نسبة الختان ارتفعت رجعت تاني تنزل احنا أنا ممكن أقول لك من تقرير المجلس القومي للسكان ومن التعداد السكاني شوية أرقام تقول لك احنا يعني روحنا فين وابتدينا من من إيه يعني من أكبر الحاجات اللي أولا فيه عوامل بتساعد على دور الأم المختتنة وصنها فوق 45 بتحب تختم بنتها اللي أقل 35 وأقل وصلت لها الثقافة وبتقدر تقوم شوية نسبة التعليم بتاعت الأم لو الأم متعلمة بترفض الحالة الاجتماعية أحد العوامل ودي استراتيجية اللي تحطت للمجلس القومي الأمومة والطفولة اليونيساف وستراتيجية الدولة 20-30 للقضاء احنا عاملين وحدة مكافحة الختان فيه عوامل بتأثر قوي عمر الأم الثقافة بتاعتها مستوى التعليم بتاعها مستوى صراء الأسرة يعني المستوى الاقتصادي في الأسر البسيطة سهل قوي إقناعها إن ده كمان مفهوم مغلوط قوي قوي إنه يقول لك ده جزء من العفة ومن الدين صحيح هو لا دين إسلامي ولا مسيحي صحيح ودايما نقول لهم إن بنات الرسول لم يختتن فده كلام والسعودية ما فيهاش الإمارات ما فيهاش على الأسف كلهم ما فيهوش عادة أفريقية متأصلة مع يعني توضبط مع المفهوم المصري للاهتمام بعفة الفتاة عايز أقول لهم حاجة تانية للأمهات والأبهات اللي بتحاول إنها تقول لك أنا بحفظ البنات وبحفظ عفتها طيب أكتر من 98 من فتيات الليل حتى اللي في مصر اللي بيشتغلوا في الأماكن مش كويسة يعني مختتنات ده ما منعش الثقافة دي ما منعش الانحراف ما منعش الانحراف إنما ده مخ البنت مخ الأب والأم للأسف الشديد إنه الأمهات المختتنات لفوق الـ 45 بتشجع قوي قوي على اختان بناتها لأقل كده طبعا عايز أقول لك إنه الفوق الـ 57% منهم كانوا مختتنات الأمهات الكبيرة والجدات دولا كانوا مختتنات طبعا ما تجريش ورا الصوبيان أنا و أنا بنقشهم من الأسبوع ده و تقولي عشان طلعا في بنت بتجري ورا ولد كلام غريب جدا ولازم يتناقشوا